مع التداعية الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها جائحة كورونا وفي ظل قرار فرض الحضر الليل خلال شهر رمضان الكريم تتفاقم معاناة مهني وأرباب المقاهي والمطاعم بفعل الخسائر الثقيلة التي تكبدتها هذه الفئة جراء تقليص مواقع العمل في الفترة التي سبقت حلول الشهر الفضيل وإغلاقها فيما باعتبع لقرار الحضر الإغلاق الذي سيقدر تكلفته تجاوز ما بين 10 إلى 15% سيكون نقص في الرقم المعاملة لهذه السنة قدام هذه الوضعية لم يمكننا إلا أن نعود وجود دعوة الحكومة أنها تأخذ منها الاعتبار في قطاع المطاعم هناك بعض الخدمات التي ممكن في احترام تام الشروط السلامة الصحية تقدر أن الناس يوجود طلبية ديالهم في الفترة المسائية بالهاتف أو بالانتغنات والناس تقدر توصلها عندهم كان بعض الحلول اللي اليوم عندنا التي تقدر تخفف من ضرر ديال هذا القرار أيضا كان طالبوا من الحكومة لإعفاء الصريح ديال هذه الأرباب المحلات من الرسوم المهانية ما تكونش بنفس الرسوم كيفما كان في 2019 في سنة عادية وجاء قرار الحكومة بحضر التنقل الليلي على الصعيد الوطني تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد خاصة مع ظهور سلالات جديدة بالمملكة اشتركوا في القناة